أخرج الإمام مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء والحديث ذا جماعة باختصار شديد النبي عليه الصلاة والسلام لما انجب الإسلام في بداية الأمر كان غريب للناس لأنه كانوا بيعبدوا الأصنام وهو بيعبد الله سبحانه وتعالى ولأن الناس كانوا بطوفوا بالبيت وهم عراد والمسلمون يطوفون بالبيت وهم يرتدون الثياب فالإسلام بدأ غريب النبي عليه الصلاة والسلام قال زي ما الإسلام زمان بدأ غريب الليل بيرجع يكون غريب عند الناس عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء والإسلام ذا جماعة باختصار قائمة على أصلين والزول إذا حققوا بيكون في الدنيا دي سعيد وفي الآخر بعدين الله بيرحموا ويدخلوا الجنة الإسلام ذا قائمة على أصلين الأصل الأول أن لا يُعبد إلا الله سبحانه وتعالى العبادة تُصرف لله وحده كما قال جل وعلا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشِرِكُوا بِهِ شَيْهِ وقال سبحانه وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ الصلاة عبادة مبجوز الزول صلي إلا لله سبحانه وتعالى الذبح عبادة ما يزبح إلا لله فصلِّ لربك وانحر الدع عبادة كونه إت رفعت يديك دار تسأل دار رزق دار عافية دار قوة دار جنة دار شيء الدع دع عبادة ولا ما عبادة عبادة وقال ربكم ادعوني أستيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين طالما الدع عبادة يبقى مبجوز تدعو إلا الله سبحانه وتعالى يعني لمن في الصلاة تقول إياك نعبد وإياك شنو نستعين انت قلتها في صلاتك في صلاتك لمن تمرق برنا المسجد تعتر ما تقول يا فلان تقول يا الله سبحانه وتعالى حتى لو فلانا جماعة زوج صالح نعم هذا النشت تمزول لكن ده الدين كذي حتى لو صالح الله قال من عمل صالحا فلنفسي ومن أساء شنو فعليها ما بجوز لك تدعلك إلا بأله سبحانه وتعالى ولذلك رب العزة والجلال قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين ولذلك يا جماعة الإنسان عقيدة تبقى في الله تماما الزوج لما نيموت ويغسلوه ويكفنوه ويشيلوه ارفعوه على الأكتاف والأعناق ويدخلوه القبر ودفنوه لو بيقى أصلح زول على وجه الأرض إنت بتدعو لي بالرحمة الميت دا إنت بتدعو الله يرحمه ومشتعتر تقول يا فلان الميت الحقني لأنه الله قال لك في القرآن وتوكل على الحي الذي لا يموت نمر اثنين يا جماعة الطفل بيحفظه الله سبحانه وتعالى كما قال وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوْ كان جاياك عقرب تطوقك ما فزول بيقدر يحجز كان جاياك مصيبة ما فزول بيقدر يدفع عنك إلا الله سبحانه وتعالى ولذلك إنسان لا يعلق حجاب لا يعلق كمون لا يعلق حاجة في رقبته لقول الله تعالى قل ليصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا نمر تلاتة جماعة الجنة بيديه الله براه سبحانه وتعالى زولي الزوج سنتين تلاتة ما أنجب ما يقلق ولا يقول لنا مش لفلان الديني جنة ما بيديك لأن الله قال لك في القرآن أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون البخلق الجنة ده الله براه سبحانه وتعالى فإن تتسأل الله يديك جنة ما تمش ليه غير الله نمر أربعة جماعة من الأشياء برضو الزول إذا راحت منه حاجة راحت منه حاجة سارقوة غنماية دهب غيره ما يقوله مش لفلان شوف ليه الرائحة لأنه فلان ما بيعلم الغيب هل بيعلم الغيب الله سبحانه وتعالى وحده لا شريكا عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال والله سبحانه وتعالى قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون فدي الأصلة يا جماعة الأول والزول ما يحلف بغير الله ما يقول وحاة فلان ولا عليك فلان يقول لك عليك النبي لما صح يحلف بالنبي وإنما يحلف بمنه بالله سبحانه من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمد يسكت المسألة الثانية يا جماعة والأصل الثاني الثول يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام الليلة الثول اللي يتبع الرسول يشوفوه غريب يعني لو في شاب تابع عليه مصارع وبيقى يتطع بالباب ويسوي له عضلات يخلوه زي تابع عليه فنان ويغني زيه يخلوه تابع عليه ولا عبكور يخلوه اليوم اللي يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام زي ما قال الإسلام زمان غريب بدأ الليلة برضو غريب مما تبع الرسول عليه الصلاة والسلام بيتضايق منك ويكرهوك وذا غلط انت مفرود تحب الرسول صلى الله عليه وسلم والزول اللي بيشبه به ويبقى شكله زي شكله ويتابعه وكذا انت ذاتك تحترم ولذلك يا جماعة رب العز رب العز والجلال قال في القرآن لقد كان لكم في رسول الله وسوة حسنة لمن كان يرجو الله وليوم الآخر وذكر الله كثير والزول حافظ عليه الصلاة والخمسة واخر نقطة جماعنا اختم بها الزول دائما اسمع الدين الدين ده سمح زول ما يعرض عنه بدل اسمع هنا ولا يشغلوا مسيغة يجيبوا ناس يمدحوا المديح يا ريت لو بيمدحوا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يمدحوا الصحابة يجيبوا حاجات مرات فلان كذا وفلان كذا ويمدحوا له الناس ويدون حق الله سبحانه وتعالى يقولوا ده بيدي جنة وده من عظمته بسوي كذي وده بيصرف في الكون وده كذا كله مخالف الشر الزول اسمع الدين لانه مزعى بن عمير رضي الله عنه لما مشى المدينة رسول رسل المدينة صلى الله عليه وسلم وهو الزول عمل جمعة في المدينة جمع الناس وسأصل بههم جمعة سمع به صحابي الوقت ذاك ما كان صحابي سعد رضي الله عنه سعد رسل صحابي تاني الوقت ذاك ذاك ما كان صحابي اسمه سيد بن حضير قال لا مش ليه مصعب ده الجا جديد ده وجاب لنا دين جديد قال لا مش ليه وبالحرب ده قال لا مش ليه الزول الجا وجاب لنا دين جديد ده أمش ليه بالحرب ده إن سكت خليه إن ما سكت تكتلوا بالحرب دي انتهي الموضوع فلما انجل مصعب بن عمير مصعب بن عمير بدرس الناس بالدين بالآيات والأحاديث والرسول رسلوا لأهل المدينة صلى الله عليه وسلم لما انجل الصحابي ده سيد بن حضير بالحرب قال له يا هذا إما أن تسكت وإما أن أضربك بهذه فمصعب بن عمير قال له كلام جميل جدا قال له يا هذا إجلس فاسمع إلينا فإن أعجبك كلامنا فخذه وإن لم يعجبك فرده إنت أسمع فبشر عباد الذين يستمعون القول شنو فيتبعون أحسن إنت أسمع الكلام لكي تتكفي لنفسك تقول لما بسمع إنت أسمع شوف الحق شيله الباطل شنو رده خليه جزاك الله خير خليه طوالي وسيد بن حضير لما سمع مزعب بن عمير وبيقى يتكلم في الدين خدت الحرب طوالي قال أشهد أن لا إلي الله وأن محمد رسول الله أسلم طوالي شاء الله الحرب ورجع له سعد سعد قال له ماذا فعلت قال له اذهب إليه أنت والله قال لذا ما بكتله ومش لأنت لما انجسعد وشاء الحربة مزعب قال لإجلس فاسمع إلينا فإن أعجبك كلامنا فخزه وإن لم يعجبك فرده طوالي جلس مما سمع الآيات والحاديث والدين طوالي وما بعد فإن كلامكم حرام علي رجالكم أو رجالكم والنساء كلام الرجال كلام النساء كل حرام علي حتى تشهد أن لا إلي الله وأن محمد رسول الله قاموا أسلم كلهم إلا واحد بعد فترة تاني أسلم زي ما ذكر أهل السير زي ما في مختصر السيرة ولذلك جماع الإنسان يسمع الحق ويسمع الآيات والحاديث ويعوذ نفسه يقبل الحق وبهذا تكون النجاء نساء الله بارك للزوج وللزوجة وبارك للجميع وبارك لكم واكفتكم ديوا استماعكم جزاكم الله خيرا وصلا الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله